اشتركوا في القناة البرلمانية ودعم المشاريع الاقتصادية في ظل التوجهات السامية لجلالة الملك المفدى وقد تلقى رئيس مجلس نواب دعوة رسمية من معالي السيد شونغ سي كيون رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة لعقد سلسلة من الاجتماعات في البرلمان الكوري وأعلان لجان الصداقة البرلمانية وبحث سبل التعاون في المحافل البرلمانية الدولية إلى جانب الزيارات الهامة التي سيقوم بها الوفد النيابي لعدد من المشاريع التنموية في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة